شهد معبد أبو سنبل ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقتاس معبد الملك رمسيس الثاني وبحضور عدد من السائحين والأجانب والعرب والزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة وتتكرر تلك الظاهرة مرتين كل عام يومي 22 أكتوبر وال22 فبراير لتجذب أنظار العالم حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقتاس والذي يبعد عن المدخل بنحو 60 متر لتشعب نورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني اتجهت أنظار العالم إلى مدينة أبو سنبل لمشاهدة واحدة من أنظر ظاهر الفرعونية الفلكية في العالم وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبو سنبل جنوب أسوان احتفالية شهدها عدد من السائحين الأجانب والعرب والزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التي تتكرر مرتين كل عام يومي الثاني والعشرين من أكتوبر والثاني والعشرين من فبراير يؤكد الوعي ويؤكد كمان أن الدولة المصرية لها حضارة عظيمة جدا وحضارة عميقة جدا لأن هذا المعبد 33 قرن يؤكد أن المصريين لهم تاريخ في العلوم والكيمياء والفلك تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو 60 مترا لتشعى بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني معبد أبو سنبل يعد واحدا من أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر ويقع بجانبه معبد صغير لزوجته نيفرتاري وهما متقابلان لا يفصلهما إلا واد صغير فخر لكل المصريين أنه يحصل حدث زي هذا تقريبا نحن بقالنا أكثر من 48 ساعة عشان نيجي أبو سنبل شوفنا مبارح الصوت والضوء وشوفنا تاريخ مصر تعامل الشمس على رمسيس الثاني أنا شاف أن هذا تنظيم رائع صراحة وشاف فود من جميع الدول يعني الواحد أن هذا حاسس نفسه أنه هو فخور جدا بالتاريخ المصري وقد بدأت عملية إنقاذ معبدية أبو سنبل في ستينيات القرن الماضي واستغرق العمل لنقل المعبدين قرابة ست سنوات ليعاد تشيدهما في موضع أعلى بنحو 64 مترا موسيقى